اليوم فيديو خفيف لطيف جميل غريب عجيب عن اغرب المباني في قطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ناصر ابو يوسف بحييكم من قناتي مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظمة فلو عجبك العنوان خليك معنا للاخر ولا تنسى الثلاثية الاستورية الهاند واشنج البسلي غلافز هاتل ماسك وتفضل معي من اجمل المعالم واجمل العناصر اللي بتحببك في الاقامة في دولة قطر اللي هي جمال المباني وجمال المرافق والمتنزهات والحضائق العامة وكل اشي فيها جميلة الصراحة لكن في بعض المباني في قطر فوق ما هي جميلة وفوق ما هي كلفت مبالغ طائلة عشان تطلع بهذه الصورة ايضا شكلها غريب وملفت للنظر وقام بتصميمها المع مهندسين العالم من هاي المباني على سبيل المثال متحف قطر الوطني متحف قطر الوطني استوحي شكله من وردة الصحراء وهي تشكيلات باللورية طبيعية تتشكل من الرمل والجبس وتوجد في الصحراء هذه التشكيلات تتشكل تحت تأثير الرياح والمياه مما يعطيها شكل شبيه بالوردة المتحف صمم المعمار الشهير جان نوفل وتم افتتاحه في 28.03.2019 يحتفل بطراث وتاريخ قطر ويعرض تطورها من الماضي الى الحاضر في مبنى اسمه مبنى 2022 او بسمه برج الدوحة او برج قطر ايضا صممه نفس المهندس جان نوفل بتصميم يعكس المسج بين التراث والحداثة تم الانتهاء منه وافتتاحه رسميا في 2012 احتفالا بفوز قطر بحق الاستضافة لكأس العالم 2022 مسجد المدينة التعليمية او مسجد كلية الدراسات الاسلامية من اروع المساجد في قطر والمنطقة العربية صممته المهندسة العراقية المبدعة المرحومة زهى حديد التي توفيت عام 2017 يجمع بين العناصر التقليدية مثل القباب والمآذن مع لمسة زهى حديد المبدعة ويمتاز بمئذنتين عاليتين جدا مميزات بالخط العربي الجميل جدا تم افتتاحه عام 2015 يعتبر مركز للتعليم والثقافة الاسلامية يحتوي على مكتبة وقاعات دراسية جنبه بالضبط في مكتبة قطر الوطنية هاي المكتبة مستوحى شكلها من فكرة الطي او الكتاب المفتوح من تصميم المهندس الهولندي ريم كولهاس ومكتبه المعماري الشهير اوفيس اوف ميتروبوليتان اركيتكتشر شكلها الهندس المفتوح والشفاف يرمز الى الوصول السهل للمعلومات تم افتتاحها رسميا 16-4-2018 انا شخصيا زورتها المكتبة جميلة جدا وفيها عشرات الالاف من الكتب نظام الاستعارة رائع جدا تقدر تستعير وترجع الكتاب بدون ما تمر على اي موظف كل اشي الكتروني ومسموح لك كانسان كبير او بالغ تستعير ست كتب في المرة والاطفال ثلاث كتب كل مرة ومسموح لك اظل معك الكتاب 21 يوم مبنى متحف الاطفال في كتارة هذا المبنى اللي معروف بمبنى الهدية شكله من بره زي الهدية التي تقدمها للاطفال هو عبارة عن مركز للالعاب والتعليم للاطفال عملوه على شكل الهدية علشان يجسد فكرة الفرحة والدهشة التي ترتبط بالتعلم والتعلم الاشياء الجديدة عند الطفل من تصميم مكتب معماري شهير هولندي اسمه يو ان ستوديو بالتعاون مع شركة الهندس المعمارية القطرية الهدف من التصميم انه يجذب انتباه الاطفال ويثير فضولهم عشان يحسوا انهم دخلين الى مكان مليء بالمفاجأات والاكتشاف هذا المتحف جميل جدا فيه العديد من النشاطات اضطر باخده 160 او 180 ريال على الطفل الواحد وبيقدر الاب او الام يدخل معهم باخده على الكبير ممكن 70 او 60 ريال فالاطفال اغلى من الكبار قريب جدا منه في جمعية القناص القطرية انا كنت كل ما امر جنبها اقول شو هيجرك فول اكتشفت انه هذا الشكل عبارة عن ما يشبه غطاء الرأس او غطاء العين الذي يوضع على وجه الصقر القطريين لما يستعملوا الصقر في الصيد بيخلوا عيونه مسكرة او مغطى على جنابه عشان يشوف قدامه بس فبيرجع لهم بسرعة هذا الغطاء عمله كل البناء على شكله طبعا هذا الشكل يعكس التراث القطري وعشقه للصقور والصيد ايضا من تصميم نفس المهندس جان نوفيل تم افتتاحه في 25-11-2017 ليعكس التزام قطر بالتراث الثقافي وبتراث الصقارة او استعمال الصقور في الصيد مبنى عين قطر او بيسموه احيانا قطر جلاس يتميز بتصميم الفريد اللي بيشبه العين البشرية يرمز الى رؤية قطر المستقبلية وتطلعاتها للتقدم والازدهار صممه مكتب معماري اسباني اسمه ميك بقيادة مهندس مبدع اسمه خوكين براكولا تم افتتاحه عام 2017 لو ذهبت الى الشمال الى مدينة لوسيل هناك برجين بيسموهم الابراج المتعرجة او ابراج لوسيل المتعرجة بيسموها ابراج المهة التعرج هذا اللي في المبنى عشان يشبه شكل المهة صمم هذه الابراج مكتب معماري اسمه فوستر اند بارتنرز او فوستر وشركاء بالتعاون مع مكتب الهندس العربية تم افتتاحه عام 2022 وكان هذا الافتتاح جزءا من استعدادات البلاد لاستضافة كأس العالم 2022 توين تاورز او الابراج التوأم او بيسموها برج النخلة او برج التمور من تصميم المكتب الهندس العربي بالتعاون مع بعض المهندسين العالميين تصميم الابراج مستوحى من بعض الرموز الوطنية مثل النخلة وتم افتتاحه عام 2022 منظل في لوسيل نفسها فيه كمان ابراج كتارة في مارينا لوسيل هذا التصميم مستوحى من الشكل الهندسي للأقلام القديمة ويعكس الأناقة والحداثة في آن معن من تصميم العبقرية المرحومة زهى حديد وتم افتتاحه ايضا عام 2022 في اطار الاستعدادات لكأس العالم 2022 استاد الجنوب في مدينة الوكرة هذا الاستاد لانه منطقة الوكرة قريبة جدا من البحر استوحي شكله من القوارب التقليدية الموجودة في المنطقة اللي بسموها المحامل او الدواو هذا يعكس التراث البحري الغني لقطر لانه هذه القوارب كان لها دور كبير في حياة الناس عبر تاريخ الدولة من تصميم المبدعة الرائعة رحمه الله زهى حديد بالتعابن مع شركة ايكم تم افتتاحه حديثا 16-11-2019 متزامنا مع بدء بطولة كأس العالم للاندية 2019 انا حضرت فيه مباركتين واحد في كأس العالم واحد في كأس آسيا اللي هي امارات فلسطين اظن استاد لوسيل من اروع استادات المنطقة واستوحوا شكله من الفوانيس التقليدية المستعملة في قطر اللي بيسموها الفنار او المشكاة ويسمى ايضا استاد لوسيل الايقوني هو فعلا ايقونة انا دخلته مرة في حياتي يوم الافتتاح كان فيه مباراة بين الزمالك المصري والهلالة السعودي اظن وكانوا مسمينه كأس لوسيل هذا الاستاد كان من تصميم المكتب الشهير فوستر وشركة بالتعاون مع مكتب الهندس العربية طبعا تم افتتاحه تسع تسع الفين اثنين وعشرين وانا شخصيا كنت موجود لا انسى هذاك اليوم كان الملعب كله غرقان بريحة العود والبخور واستضافوا عمر دياب وكانت ليلة استاد الثمامة هذا الاستاد عاملينه على شكل القحفية اللي هي الطاقية اللي بلبسوها الناس لما يروحوا على الصلاة ويعد رمزا للثقافي القطرية والتراثي القطري يعتبر مثال رائع جدا على دمج التراث مع الحداثة في تصميم معماري تم افتتاحه في واحد وعشرين عشرة 2021 بمناسبة استضافة قطر لكأس العرب 2021 هذا الاستاد كان من تصميم المهندس القطري ابراهيم الجيدة واقيمت عدة مباريات مهمة في كأس العالم في كأس العرب في كأس آسي عليه من اهمها مباراة游بانيا في كأس العالم 2022 في النهاية الحياة في قطر جميلة السياحة في قطر شيء رائع جدا بنصح للجميع ييجي وإذا أنتم خايفين تكون الدنيا حر تعالوا بشهر 12 أو واحد بيكون الجو رائع جدا زي الربيع في أي بلد ثانية لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته